اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليه؟ في ايه؟ بقولك افتحيه الشمس كانت خايفة منه قوي لكن اتكلمت بثقة علشان تثبت لأسد انها مش ضعيفة انا مش بمسك تليفونك علشان انت تمسك تليفوني وبعدين انت ازاي تدخل قطي كده من ايه المتخبط على الباب مش حضرتك قلتي لمبيرح مش عايز اشوف الشيك قدامي خلص مش عايز لماضة ومن النهاردة مفيش مدرسة علشان تبقيت عرفة تكلمي ولا تاني انا مش بكلم ولاد انت جبتك كلام دامنين افتحي التليفون علشان اقولك انا جبتك كلام دامنين لا الشمس هزت رزها برفض علشان التليفون يرن وكان الرقم مجهول الهوية شمس بصت على الرقم بخوف اما أسد فتحي التليفون علشان يرد هو ولد يقول ايه يا شمس فكرت في اللي قلت لك علي اتمنى توفق على طلبي انا على فكرة بحبك أسد رمى التليفون على الارض وشمس بعيط هقولك هقولك والله بس بلاش تتعصب عليها علشان انا بخاف أسد قعد على القرصي وحاول يهد نفسه لانه لو تعصب عليها كان ممكن يعمل فيها حاجة شمس قامت من على السرير وراحت نحية أسد وهي مترددة علشان تقف قدامه وتقول وهي بتفرق ايدها ده 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 واحد معي في المدرسة هو في سنة ثالثة طلب مني رقمي علشان يكلمني في النشط اللي كلفتنا به المس قعدنا نتكلم انا وهو فترة علشان النشط وفي يوم رن علي وليقيت بيقول لي انه بيحبني بس انا والله قلت له ان انا مش بحب حد ولسه صغيرة على المواضيع دي لان التعليم هدفي الاول والاخير ارجوك ارجوك ما تحرمنيش من اكتر حاجة بحبها ارجوك يا اسد اسد كان سامع كلامها وهو متعصب جدا وفكرة انه في واحد بيحب طفلته في المدرسة في كرام جنانة شامس قعدت جنبه وقالت انت متغير معي الفترة الاخيرة هو مش عارفة اذا كان ده السبب ولا لا بس انا بقولك الحقيقة والله مش هتروحي المدرسة بكرة لان قررت اسحب الملف بتاعت وقدم لك في مدرسة تانية ومش عايز لموضة اللي تشوفه يا اسد اسد قام واخد التليفون منه على الارض وقال بحدة من النهاردة ما فيش تليفونات انا اخليك يتمشي زي القلف اسد طلع من القوضة وقفل الباب وراء علشان شمس تجري على السرير وتفضل تعيط وفي صباح يوم جديد هي لسه ما نزلتش لأ ما نزلتش هو رفضة تاكل انا ما كنتش عايزة اقول لك لاني عارفة انك هتزعلها بس اعمل ايه خفت عليها خفت اللي بيكلمها يلعب بعقلها ده اللي سايلة عندها 14 سنة شمس مش عيلة شمس عارفة كل حاجة هي بس بتحب تعمل فيها البريئة انا مش عارفة انت نوالقي بالضبط يا اسد بعدين بعدين هتعرفي اسد طلعها لفوق علشان يروح قودة شمس اللي كانت قاعدة على الكرسي وفتح الكتاب وبتذاكر اسد مسك الأقرة وحاول يفتح الباب لكن معرفش لانه مقفل من جوه علشان يخبط على الباب بقوة ويقول مش قلت لك مليون مرة ما تقفليش الباب ولا كلمه مش بيت سمع شمس سابت الكتاب من ادها وراحت وقفت عند الباب وكانت مترددة اذا كانت تفتحه ولا لأ لكن قررت تفتحه خوفا من غضب اسد اسد دخل وقفوا كل جبروت وقال ماما قالتلي انك رفضة تنزلي ورفضة تكلي الكلام ده صح شمس ربعت ادها وما ردتش على اسد اللي حاول يسيطر على عصابه اما شمس بصت على السق وكانت بتحاول تتجاهل نظرات اسد اللي بترعبها هو كمان مش عايزة تبصيلي ده احنا كبرنا على كده بقى شمس كانت على نفس الحال اما العاملة دخلت في الوقت ده وهي شايلة صنية الاكل في ادها وده بطلب من ممتو كريمة المادم كريمة بعتت الاكل ده لانسة شمس نزلي الاكل وما منها تطلع اكل فوق تاني وهي لو جعنا هتنزل تاكل حضر طلعت على طول اما شمس بصت لأسد بعصبية علشان اسد يقرب منها ويتكلم بهمس لو كنت عني ده فانا اعند منك اسد بعد ما قال كده بعد عنها وكان طالع لكن شمس قاعدت تتكلم والدموع نزلة من عانيها انت مش ابويا ولا امي علشان تتحكم فيها كده يا اسد انا لي يا حياتي زي ما حضرتك لك حياتك انا من حق اعيش حياتي زي اي حد اعيش حياته من غير تحكمات صحيح انكتب علي ان اكون يتيمة وانا عندي اربع سنين بس ده ما يمناش انا ايش حياتي زيك وزي غيرك لا لي الحق لاننا اللي ربيتك على ايدي شمس بصت لتحت واسد قرب منها وحطي ايده على خدها ومسح دموها بكل حنية اما شمس اخدت خطوتين لورا علشان اسد يبتسم على فعلتها ويقول دلوقتي عايزة تبادي زي ما انا ما بتدخلش في حياتك يريت ما تدخلش في حياتي واسيب نعيد زي ما انا عايزة وصحيح ما تحولش الملف بتاعي لاني مش هسيب المدرسة ليه علشان الحلو اللي بيكلمك ما تقولي انك بتحبي وريح نفسك من ام التلمحة دي قلتلك ما تتكلمش معايا كده مش معنى اني بخاف منك يبقى هسمح لك تتكلم معايا زي ما انت عايز ده احنا كبرنا اوي بقى وبقينا بنعرف نرد انا من صغيرة على فكرة وطالما بقتي كبيرة ما ندولك على عريس ونجوزك ولا اي رائيك طالما هبعد عنك ما عنديش مانع الكلام واجع اسد اوي لدرجة انه سبها وطلع من القوضة من غير ما يتكلم ولا كلمة اسد راح قطه وفتح الباب بكل قوة ودخل وقعد على الكنبة وحطي ايده على رأسه وحاولي يوقف عقله من التفكير جملة شمس كان ببتت ردد في دماغه علشان اسد يقول للدرجة دي بتكرهيني يا شمس للدرجة دي مش طيقة تشوفي وشي كل ده علشان ايه علشان بخف عليك علشان بغير عليك لاني متزفد بحبك وده حصل غزبا عني بس الغلط مش عليك الغلط علي انا انا ما كانش ينفعط اللايك من هنا كان لازم تكوني محبوسة العمرك في القصر وبعد مدة رغم كمية الوجع اللي كان حاسس بها بسبب كلام شمس شمس سألت العملاء عن أسد وقالت لها مشي علشان تاخد نفسها بأريحية وتقرر تنزل لتحت شمس نزلت تحت وقالت يا ترى ممو كريمة روحت فين انا سمعت المدم كريمة وهي بتكلم مع أسد بي هو بتقوله انها ريحة عنده اختها اللي في اسكندرية وقالت انها تعديو من هناك تحب حطبلك الاكل تمام حضري العملاء مشيت علشان تروح المطبخ وتبدأ في تجهيز فطر شمس اللي عادت على الكرسي وتنهد التنهيدة تريح بها أعصبها العملاء جابت الأكل لشمس اللي عادت على الكرسي وبدأت تاكل علشان أسد يدخل في اللحظة دي ويقول ماحنا طلعنا جاعنا نهو ليه اللي مضمن الأول الشمس سابت الشوكة من إدها وأسد بصلها بترفعينه وطلع على قطفوق علشان شمس تزق الكرسي برجليها وتقوم وتقول تعلي خد الأكل أنا شبعت خلص العملاء أخدت الأكل تحت نظرة شمس اللي تضيقت قوي أول ما شافت أسد رجع من الشغل أسد نزل لتحت بعد ما أخد شوية ورق كالنسيهم وراح وقف عمد شمس وقال إيه ملك متضيقة كده ليه شمس ما ردتش عليه وفجأة دخلت بنت لابسة جيبا قصيرة وسيبة شعرها مفروضة على كتفها بطريقة مسيرة وكانت جميلة قوي لدرجة شمس بصت عليها بغيرة أمر راحت عند أسد وشمس وحطت دراعها في دراع أسد وبصت لشمس وقالت هاملة إيه يا شموسي طمنينا عليكي بخير يا أمر هاصل يا شمس المهم يا أسد أنا عاملة حفلة بالليل والشلة كلها تكون موجودة وعاك تقول لي إنك مش فادي أنا أفضلك يا أمري شمس حسد بنغزة في قلبها أما أمر بصت لها وقالت ما فيش مشكلة لو جبت شمس معك عن إذنك بقى علشان أبدأ في التحضرات مع السلمية شموسة أمر ميشيت وشمس بصت علي أسرها بغضب علشان أسد يقول إيه مالك بتبص عليها كده ليه إيه اللبس اللي هي لبس ده ده أنا انكسف أنا بيه شمس بعد ما قالك كده طلعت على فوق علشان أسد يتحكى على كلام هل بي عشقه وفي المساء أسد لبس لبس كلاسيك وقف قدام الميرية ومسك البرفن بتاعه ورش منه على قميسه علشان شمسة تدخل في الوقت ده وتقول كويس إنك لسه موجود كنت خايفة إنه لقيت مشيت إيه اللي انت عاملة في نفسك ده وبعدين رايحة فين كده رايحة معك مش أمر قالت لك هات شمس معك ده حفلت ماين فاشة تروحيها ليه علشان مش لبسة زيهم ولا عشان مكسوف منهم بسببي لأ مش مكسوف بس مش عايز حد يبصلك هناك لإني بغير عليك قوي وانت عارف كده كويس وبعدين إيه اللي انت حطه على وشك ده مش قولنا الحاجة دي ممنوع ده حاجة بسيطة وبعدين أنا عايزة روح معك لأ لأ ليه انت ليه بتزعلني منك دايما ما بحب الشغل العند ده ولما أقولك حاجة تتنفس هلشان خطري يا أسد أنا مش هاعد هنا لوحدي وبعدين ماما كريمة مش هنا قولي بقى هاعد مع مين أسد سرح في جملها وشامس بدأت تتكلم معه بكل حنية علشان يوافق ياخدها وفجأة أسد تتكلم بسوط ضعيف مش يا شامس بس ما منها تتحرك من جنبي شكرا شكرا لك قوي يا أسد روح يمسح لها على وشك ده علشان ما غيرش رأيي وانت عارفة اني بتكلم بجد شامس هزت رأسها بالموافقة ودخلت حمام أسد وغسلت وشها علشان أسد ما يغيرش رأيه لأنها عارفة الكلام اللي بيقوله مش بيرجع فيه وبعد مدة من الوقت أسد وشامس وصلوا بيت أمر اللي كانت عاملة الحفلة في الجنينة والكل سلم على أسد وحاولوا يسلموا على شمس لكن أسد كان بيمنع كل واحد فيهم انت بتعمل كده ليه مش هايزة سمعت صوتك ولا هنرجع حالا شامس بصت في اللاشيق بغضب علشان تقرب أمر من أسد وتمسك في درعه وتقول ما تيجي نرقص لأ علشان خطر يا أسد ما تقولي حاجة يا شمس شامس بعدت عنهم علشان أسد يروح مع أمر ويرقص معها والغيرة بدأت تزيد عند شمس وواحد من الشباب قرب من شمسة ومدي إيده وقال تسمحيلي بالرأس دي شامسة هزت رأسها بالموافقة وحطت إيدها في إيد الشب اللي أخدها يرقص معها ويتكلم بهمس انتي حلوة قوي وبصراح حرم اللا أسد بيعملوا معاك انتي من حقك تعيش حياتك وتخرج وتنبسطي أسد بص في المكان اللي كانت وقفة في شمس ملقهاش علشان يبعد عن أمر ويدور عليها بترفعني وأول ما يشوفها بترقص مع واحد من صحابه راح وشدها من إيدها وتكلم بغضب إيه اللي انتي بتعملي ده وانت ازاي تتجرأ وترقص معها كده أمر بصت على شمس بكل تركيز ولحظت إن أسد بيحب شمس مش علشان هو اللي ربها زي ما قال لها انت لي بتخفها لها كده في إيه أسد البنت كانت وقفة لوحدها وانت مشغول مع أمر الحق علي أني بحاول خليها تندمد معنا خلص يا شباب حصل خير وانت يا أسد أرجوك مش عايزة مشاكل ده حفلتي وعايزة هتعدى على خير أسد بص للشاب بنظرة جمدة علشان ياخد شمس ويطلع من المكان بكل عصبية تحت نظراتي الجميع اللي أقسموا بداخلهم إن أسد عشق لشمس وبعد مدة من الوقت وتحديدا في أسر أسد أسد دخل جوه وقالع الجاكت ورمع على الأرض وتكلم بزعي الحق علينا وفي اعتقدك معي كان لازم أسيبك هناك أنا مش عارفة أنت مزال نفسك كده لي محضرتك كنت بترقص مع أمر وانا ما عملتش حاجة وتصرفت زيك المشكلة إنك مزي لأنك لو زيي كان حصل حاجة كتير قوي بس الظاهر مش هتحصل إلا بالغصب أنت قصدك إيه بالكلام ده عايزة تعرفي قصدي عايزة تعرفي أنا اللي بغير عليك بالشكل ده عايزة تعرفي أنا اللي ما حبيتش حدي يشوفي غيري عايزة تعرفي أنا اللي عايزة حبسك علشان تكوني ليه الوحدي قلب شمس كان بينبط بقوة كانت مستنية السبب اللي مخلي أسد يتعامل معها كده أسد بص فيعنيها وقال علشان بحبك يا شمس وخلصني ويتك جوزك برداكي مش برداكي هتجوزك وغزبن عنك وعنك كل أسد بعد ما قال كده طلع على فوق علشان شمس تبص على أسره بصدمة وفي صباح يوم جديد أسد نزل تحت وسأل عن شمس والعملة قالت له إنها لسه ما نزلتش علشان يعود على الكرسي ويطلب منها الفطار وبعد شوية أسد كان بيفطر وشمس نزلت في الوقت ده وبصت على أسد ورجعت بصت في الأرض أسد وهو بياكل طالف طري شمس رحت عنده وقالت أنا مش هايزة تجوزك أنا لسه صغيرة هلالجواز وبعدين أنا عايزة أكمل تعليمي ومن قال إن جوزك مني مش هيخليك تكمل تعليمك بس أنا مش هايزة تجوزك هو بالعافية أو يا شمس بالعافية هتجوزك وغصبين عنك وعن العالم كله علشان بحبك وما أقدرش أشوفك مع غيري شمس للحظة دي حسد بساعدة من كلامه لكن رجعت لنفس حالتها لما قالت هتقبلها لنفسك تتجوز واحدة مش بتحبك بعد الجواز هيكون لنا شأنة نخلص وبوعدك أول ما يتقف لعلينا باب واحد هتحبيني بالعافية بقى أو بالعافية إن كان عجبكي حبيبتي أول ما قالها حبيبتي حسد برعشة في جسمها علشان أسد يقوم ويروح عندها ويتكلم بمشاكسة حبك ليه يبين أوفعنيك ما حصلش لا حصل بس انت بك كبري بس الحد إمتى على العموم معك أسبوع علشان تاخدي قرارك اللي هو الموافق إن شاء الله ومن هنا لحد مامو ما ترجع هسيبك تفقري أسد مشي من قدامها وشامس قالت مش هيحصل يا أسد لو فيها موتي مش هيحصل وفي شركة أسد أمر قالت بس في حاجة أنا لاحظتها همبارع حاجة حاجة إيه أمر حبك لشمس الكل كان ملاحظ إنك بتحبها وعك تقولي أنا بعمل كده علشان أنا لم ربيها لأن الكلام ده مش هيدخل علي أيا أمر بحبها ونوا أتجوزها على نهاية الإسبوع إن شاء الله ألف مبروك بجد فرحت لك من قلبك أكيد من قلبي أنا صحيح كنت بحبك في الأول بس صدقني ما قد تش بحبك على العموم أنا لازم أمشي علشان عندي مقابلة سلام أمر ثلاث من مكتب أسد وأسد رجع لورا وغمض عيونه وبدأ يتخيل شمس الوحشة أوي في المدة دي أسد مسك تليفونه وقرر يرن عليها لأنه سقطها وحشة أوي شمس كانت قاعدة في قدتها هو بتذاكر علشان تليفون هيرن في الوقت ده شمس مسكت التليفون وردت على أسد وقالت خير غريبة ياني كنت فكرك إنك مش هتردي بس طلعت غلطان أنا ما بصتش على التليفون ولا شفت الإس بس صدقني لو كنت شفت إسمك ما كنتش هرد حلوة صقدي بس على عموم وحشيني قوي طيب سلام علشان عايزة ذاكر على العموم لنكلم بالليل لأنكلم على التليفون مش نفع خلص شمس قفلت في وشه ورمت التليفون على السرين وسندت رأسها على الحيطة وقالت في إيميالك يا شمس لي بتكلمي معا كده مش ده أسد اللي كان حلمك بس ما كانش كده أسد الأول كان حنين ما كانش بيحبي زعني ولكن يرفع سوط علي إنما ده واحد أنا ما عرفوش واحد تغير فجأة واحد تحول لوحش شمس قامت وبسط لنفسها في المراية وقالت واحد إضاءة حريتي خلاني يعيش بين أربع حيطان خلاني ما تعملش مع حد خلص أنا خيفة أوافق وتجوزه وندم بعدين خيفة ينهي وجودي خلص بين الناس شمس راحت ونامت على السرير وبدأت تكلم نفسها وهي بطايت لحد ما راحت في النوم وفي المساء أسد رجع من الشغل وكان فرحاً قوي إنها يشوف طفلته علشان يروح على قدتها ويفتح الباب وأول ما يشوفها نيمة يبتسم بهدوء أسد قرب منها ورح قعد على ركبته وحطي إيده على خدها وتكلم بحنان أنا عرف إني أسمعك الفترة الأخيرة بس أسوتي ده غصباً عني صدقيني يا شمس أنا بحبك وبخف عليك من عيون الناس أنا عرف إنك خيفة مني وعرف إنك مش موافقة علشان خيفة أحبسك في الأصل بس صدقيني حياتنا بعد الجواز هتكون حاجة يخلص وده وعد مني ليكي بوعدك مش هخلد مواقبة تنزل خلص شمس وقتها فتحت عينها وأسد أول ما شفع عينها ابتسموا أيل يعني صح يواملة نفسك نيمة كنت أحب أسمعك كلاماً إلا خيفة يحصل عكسه بعد الجواز وغلوتك عندي هيحصل كل اللي انت عايزاه بس رقق ما تبقى شاندة معي وأنا بوعدك هعملك اللي انت عايزاه أنا مش هاندة يا أسد كلامي ده بيطلع نتيجة أفعلك معي انت مش وثقة فيه ولا ايه وثقة طبعاً بس انت تغيرت معي قوي فين أسد اللي كان حنين علي اللي ما كانش بيحب يشوف نزالين قدامك يا شمسي بس اسلوبك معي اتغير برضو بيطعني ده قوي هو بتعملي اللي في دماغي بس حصل يا شمس ولا ما حصلش حصل تبقوا ميالله يا جميل علشان ناكل سوا الشمسي نزلت معالة تحتها علشان ياكلوا مع بعض أسد كان بيأكل شمس وكأنها طفلته علشان شمس تتدلل عليه شايفك فرحانة شوية هلالأموم هرنا على ماموها خليها ترجع بكرة علشان نتكلم في تفاصيل الجواز احنا مش هنعمل خطوبة لا جوز على طول لان لو امنا خطوبة ممكن غيرتي تتعدى الحدود فخلينا في الجواز أحسن اللي تشوفه ايوا كده يا جميل هي دي شمس اللي انا متعود عليها هو انا ممكن اطلب منك طلب انتي تطلب طلبات مش طلب ممكن تبعد عن أمر هو بلش تقول لي ليه بما اننا خلص هنتجاوز والسبب ما قلت لك ما تسألنيش ليه اسعد غمز لها يعني مش غيرانة على العموم حاضر ولو عايزاني أبعد عن الشلة من عيوني البنات بس انما الشباب عادي ما عنديش مانع انت تؤمر يا جميل واحنا ننفذ طب انا رايحة نام علشان اسحب ادري علشان نروح المدرسة لاني بقى لي كم يوم ما روحتش وده بسببك مفيش مدرسة تاني اقصد هتكمل درستك في مدرسة تانية ومش عايز كلام تاني في الموضوع ده حاضر تصبح لخير اسد ام وقف قدامها وقال انا عرف اني بيرت صعبة بس صدقيني مش هخليها تخنقك بس انت ساعديني برضو حاضر في حاجة تانية اسد كان بيقرب منها لكن هي اخدت خطوة الورا وطلقت على فوق علشان اسد يتحكى اللي هي عملته وفي صباح يوم جديد كاريما رجعت من عند اختها واول معرفة خبر جوز اسد على شمس فرحت قوي لدرجة انها عادت طايت لانها كانت بتحلم ان اسد يتجاو الشمس خلص يا ماما ما تعيتيش وقال لها عياتنا كمان اسد رح عند والدته ومسح دموها وقال انا ما بحبش النكد وبعدين انا عريزة خلال جواز ماينفعش يكون في نكد كاريما دحكت وحضنت ابنها وقالت الف مبروكي حبيبي زين ما اخترت والله اسد بص على شمس اللي بدأت تفرق في ادها من التوتر علشان اسد يقول من زمن قوي وانا عايز هكون ملكي والحمد الله اليوم جاه شمس بصت لتحت بخجل وكاريما راحت حضنتها وقالت مش هتلاقي واحدة في اخلاقها ولا جمالها دي حاجة انا متأكد منها دي تربيتي انا قلت مترددة في الاول وكنت خايفة يكون قرري غلط لان اسد كان متغير قوي معي الفترة الاخيرة بس قلبي اللي اخد القرار وقال لي انه مش هيلاقي احن من اسد عني اسد رح وقف قدامها وقال ان شاء الله مش هيخيب ظن قلبك اللي بقى ملكي دلوقتي انا بحبك يا اسد بحبك من وانا عندي 12 سنة انا عارفة اني سن صغير بس ما كانش ليا سلطانة على قلبي وانا بحبك قوي يا شمس ووعدي مني ليكي هتعيش ملكة علشان ده مكانك الطبيعي بحبك يا طفلتي وانقول ستوب لحد هنا وانقول توتا توتا خلص اتحددتنا النهاردة يا تراحل ولا مالتوتا واستنوني في حكاية ورواية تانية كتير دوم توم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته